مرحبا حضراتكم معنا مرة تانية يحدث في مصر زي ما قلت في بداية الحلقة النهاردة انه كان اتفاق مسبق مع السفير بريطاني في القاهرة سيد جارف بيلي انه يبقى موجود معنا علشان نتناقش معاه او نسمع منه ايه نوعية الاختلاف انه حكومة بريطانية جديدة من حزب العمال بتتحمل مسؤولية بعد 13 او 14 سنة من حكومة حزب المحافظين لكن التوقيت في الشغلانة بتاعتنا بيبقى له قدر عالي جدا من الاهمية ويبقى له كلام تاني مختلف لانه لازم نبدأ بالتطورات اللي بتحصل على مستوى المنطقة هتفرق وجود حكومة من حزب العمال حكومة جديدة في التعامل مع الحرب الاسرائيلية في غزة هتفرق في تعاملها مع اللي حصل النهاردة من استهداف وغتيال اسماعيل هنية عن حكومة المحافظين هلا يبقى فيه فرق ولا لا بالاضافة طبعا للعلاقة المصرية البريطانية ملاحظة مهمة كان مشرفنا قبل كده السفير جاريث بيلي الحوار بيدور باللغة العربية السفير جاريث بيلي لما تقعد معاه على مستوى شخصي ممكن يكلمك عن أعداد مجلة المصور اللي هو ممكن يروح دار الهلال علشان يشوف الأعداد الأديمة من مجلة المصور وممكن أنه يبقى زمالي هم وقفين معاه بره يلولوا الأخبار فإلهم زال أهرام وبالتالي هو منفتح وعارف جيدا للثقافة المصرية سواء على مستوى الثقافي أو على مستوى العادي في الشارع والحياة اليومية مرحب بوجودك معنا أشكركم يا أستاذ شريف على خليمات السكرية وحلوة جدا الله يسلمك والله العظيم منورنا أولا مشرف أنا حبدأ بالحدث الحالي اللي العالم كله بيتابعه ومترقب له لو أنك اليوم تكتب تقرير عن انطباعك عن ما يحدث من وجهة نظر سفير بريطانيا في القاهرة فممكن خليني أشرح لك نوعا ما يعني بكل البساطة في موضوع الانتخابات اللي فاتت في بريطانيا من تقريبا شهر فرأينا بعد أمر 18 سنة من حكومة المحافظين انتقال السلطة من المحافظين للحزب الأعمال للحزب الأعمال ولذلك طبعا في نوعا ما احتمام أكثر من الحكومة الأعمال للتوازن ويستعملوا كلمات التوازن وده يعني تركيز على وقف إطلاق النار فوري وإدخال المساعدات الإنسانية فورا وبالاحترام للقانون الدولي الإنساني وأنا أرى شخصيا كممثل للحكومة دي الكلمات دي يعني تبسط أكثر في الأمر ويتركز أكثر على ثلاث مبادئ زي كده وبالشكل أنا أعمل حكومة دي تكلم أكثر في موضوع الخدمة خدمة للأعلم خدمة يعني البيئة للمكافة غير المناخ للموادية يعني أولوياتها مختلفة أولوياتها مختلفة أو ترتيب الأولويات مختلف عن حكومة المحافظين تفتر أكثر على النمو الاقتصادي المستدام على مكافة الفقر على مكافة عدم الاستقرار في العالم على يعني إعادة الريكونيكشن إعادة التواصمة بين بريطانيا وبين أوروبا بشكل عام وبين الجنوب العالمي اللي مسمى بده فأنا شايف كديبلوماسي فعلا يعني فيه فرق أنت ذكرت فرق في البداية بس فيه مبدأ تاني أنا ممكن أعلق الموضوع كبقال دكتور مصطفى الفئي من أسبوعين على برنامج لاحظنا هو قال يعني ده بشوفه بقى الأوام طبعا يتعله قال يعني كل الليلة بطرق قال يحدث في مصر هو قال دكتور مصطفى قال يعني الانتقال السياسي من المحافظين إلى العمال يثبت نوعا ما سلامة الحيكل الديمقراطي والنظم السياسية في فرنسا وفي بريطانيا كذلك يعني نوع من الانتقال السليم ده ده ينعكس على الأضايا اللي أنا مهتم بيها كمواطن مصري أو كمواطن عربي إزاي يعني على سبيل المثال حرج التي تكلمت عن أنه الأولوية اللي تراها الحكومة الجديدة هي العودة لمسألة التفاوض أو استمرار التفاوض هل تتصور أنه في هذه اللحظة مع الاستهداف الإسرائيلي الأخير لإسماعيل هنية والكيانو هل تتصور أن هذا عمليا ممكن؟ يعني أنا ممكن أركز أكتر على يعني الخطوة المطلوبة الآن؟ كلنا الآن يعني وقفة لوك النهار يعني وتجنب تصعيد في المنطقة يعني كلنا بنرى أنه هناك مخاطر للمنطقة لتصعيد المواقف من كل الأطراف فلذلك بتحبيتها قال هيبقى فيه أفاق سياسية هيبقى فيه عمليات سياسية ولا بد من ولا بديل لحل دولتين فلسطين وإسرائيل بس دلوقتي في هذه اللحظة كلنا بنركز على إزاي نتجنب المخاطر وقفة إطلاق النار ده أتصور وصحح لي إذا كنت أنا مخطئ المعني بي أو المخاطب بي في إيقاف إطلاق النار أولا أنا هو الطرف الإسرائيلي بس دلت يعني أنا عايز أنا عايز هو صاحب قدرة النيرانية الأهم والأكبر بس أنا عايز بس يعني مهما كان هناك فيه ممكن تيه حد يعني عايز يحمل مسؤولية على الطرف ولا على الطرف تاني بس الموهمة يعني فيه حدوء يعني الوزير الخارجي ديبد لامي قال من فدق أيام قال إن الفلسطينيين وأهل غزة بذات عايشين فيه جهيم يعني في ظروف لا يطاق ممكن توضح لي التصريح الخاص بوزير الخارجي ديبد لامي بخصوص الدولة الفلسطينية لأنه كان هناك تفسيرات بأنه نحن لن نعترف بدولة فلسطينية إلا بعد التنسيق مع إسرائيل وكان هناك التصريح بأنه لا يوجد من يملك حق الفيتو على اعترافنا بدولة فلسطينية ممكن تشرحي الموقف؟ أو التصريح ده معناه؟ سامحني على تبصيل في الأمر الموقف البريطاني التقليدي هو أن الاعتراف جزء من العملية السلام طبعا كان هناك هؤلاء لازمين بيعلقوا على هل هذا يعني في نهاية العملية السلام ولا في بداية العملية السلام ولا يعني في الوسط المهم أنه أي دولة تعترف بالدولة الفلسطينية لازم أن يكون لها هدف التقدم إلى الأمام وكل حكومة غربية بتفكر إذا بنعترف بدولة فلسطينية دلوقتي الاعتراف ده هيؤدي إلى إيه؟ هيؤدي إلى تهديات الأمور؟ ولا يعني لأنه استفيد رؤية الحكومة أنه الاعتراف يكون من خلال عملية تفاوت عملية السلام وتفاوت يعني لحد دلوقتي آه يعني ما كانش فيه موقف رسمي من الوزير الخارجي بتاعنا في خلال الأسبوعين الماضيين بس هو عامة المبدأ هو عن طريق التفاوت صحيح إيه الفرق ما بين يعني إحنا قبل كده في حكومة المحافظين السابقة من أسابيع وليلة جدا ما كانش فيه فكرة الحديث عن الاعتراف بدولة فلسطينية ما الذي يجعل حزب العمال وحكومة العمال الرغبة في إظهار هذا الموضوع أو الحديث عنه فكانني يعني أنا ممكن أنا فاكر على سبيل المثال من أكثر من ست شهور في خلال الأزمة دي ونقترب من على فاكرة نقترب من 300 يوم من الأزمة دي فالأزمة الأزمة دي نخلع الصنع أنا فاكر من ست شهور ممكن أكثر حتى الوزير ديفيد كاميرون وزير الخارجي بريطانيا في الوقت ده كان بيكلم نوع ما الذي فيه موضوع الاعتراف فكلنا في الحكومات الغربية يعني من المستحيل أن نتجاهل هذا المبدأ لأن المبدأ مرتبط للحل اللي كلنا عايزين نشوفه ونهاية عايزين نشوفه حق للحق الأصيل للشعب الفلسطيني ليحصل على دولتهم والليحصل على الاستقرار والأمن فأنا لا أقصد أنه فيه فرق كبير ما بين حزب الأمال وبين الحزب المعافظين في هذا المبدأ أنه طبعا كل دول العالم تفكر أكثر في المبدأ باستركز برضو على يعني ما هو وراء هذا يعني ما هو الإطار فهل هو مقصود من العالم كله أنه حنوصل إلى الدولة الفلسطينية بفعل يعني حننقذ هذه الفرصة يعني ما نرفض أن تكون في دولة فلسطينية بفعل حركة كلمت عن الدكتور مصطفى الفئي وما قاله من أسبوعين أو ثلاثة سأعود برضو لدكتور مصطفى الفئي هو وده سؤال محير وهو كان بيتكلم عنه يعني أو تعامل معه في نفس الحلقة إيه سر التطابق الدائم يعني النهاردة الكلمات اللي نطقت على لسان وزير الخارجية الأمريكي وعلى لسان البيت الأبيض كانت هي نفس الكلمات اللي خرجت من الخارجية البريطانية تابعنا تقارير ما حدث بدون أي شيء إضافي بخصوص إسماعيل هنية هل التنسيق الأمريكي البريطاني يصل إلى حد التطابق في سياسة الشرق الأوسط؟ ولا فيه اختلاف؟ كل دولة الاعتماد النفس في مجال السياسة الخارجية وسيادة اتخاذ القرار بالطبيعة الحال فيه علاقة خاصة بين بريطانيا وبين الولايات المتحدة في العالم بشكل عام وبنواجح المخاطر العالمية مع بعض وبنفكر فيه إزاي يعني لقدر الإمكان يعني نكثف الاستقرار في العالم بس في نهاية المطاف طبعاً فيه فرق نشوف خلال الفترة القادمة وفي الانتخابات الرئاسية في أمريكا في الولايات المتحدة في الفترة القادمة لما نشوف يعني من المسبق أن أقول فيه فرق كبير ما بين الحكومتين بالعكس يعني عمداً فيه علاقة وثيقة جداً بغض نظر عن الحكومات العلاقة خاصة جداً ده الموقف التقليدي ده التاريخ بتاعنا مشترك بتاعنا بس برضو يعني مش عايز أن أقول لحضرتك ولمشاهدين أنه البريطانيا بتتابع السياسات الأمريكية من غير أن تفكر في موضوع وبيتأخذ قرارها لأنه بريطانيا لديها سياسة مواقف بنحتم بمصلحتنا وبالذات اسمح لينتهز الفرصة أنه ويقلم في مصر بوجود حكومتين جديدتين في مصر وفي بريطانيا فيه فرصة ذهبية أنه نكسف ونجدد إعلاقاتنا على ك السفير بريطاني محظوظ جداً نشوف يعني فيه نوع من الطاقة في بريطانيا طاقة ومنعشة وفيه برضو هنا في مصر فيه نوع من الإهتمام للمستقبل المشترك وعندنا يعني كازم وعنية حكومة حزب العمال أكثر انفتاحاً أو أكثر مرونة في التعامل مع الشأن المصري بس يعني اسمح لي أن أقول وأنا كالسفير من السنتين ونص الماضية كان فيه اهتمام كبير جداً من بريطانيا لمصر وكنت محصوص جداً فيه لفرصة الشراكة القادرة ما بيننا كان فيه الانتقال من كوب 26 لكوب 27 فجات لي الفرصة الجميلة أن نكثف على علاقات ما بيننا فيه موضوع يحتام الأجيال القادمة كلهم ما الذي يجعل الأمور أفضل أو مختلفة أكثر؟ ممكن أعود للمبدأ الالتزام أو أزير خارجية ديفيد لامي هو بيقول ريسات إعادة ضبط أو إعادة إطلاق إعادة ضبط أو إعادة إطلاق للتواصل والإعلاقة ما بين بريطانيا ومين الجلوبل ساوث يعني إيه اللوبل ساوث؟ مع دولة للجنوب عموماً ده لما أقوله بس المبدأ وانا ما نفكر في مصر نفكر في وطن يستمتع بموقف في الجنوب موقف في الأعلم فاوندينج ميمبر للنونالاين مويمونت حركة عدم للنحين شكراً شكراً يا أستاذ أنا تلميذك لا لا ففيه هناك أي هكومة غربية تفكر في استراتيجيتها الأمنية والخارجية أولاً مقبل كل شيء تفكر في مصر ليه؟ لأن مصر مش قادرين يعني أن نصنف مصر الجنوب والشمال ولا الغرب ولا الشر مصر فيه تمركز يعني بلعب دور جوحري وعلى سبيل المثال في الأزمة دي بين إسرائيل بين الفلسطينيين مصر فين مصر؟ بعصف موجودة وتبزل جودها كل يوم في المفاوضات للوقف إطلاق النهر وقابل إطلاق صراحة الرهائن ولذلك لهذا السبب الهكومة الهكومة الأمال الهكومة بريطانية الجديدة مهتمة 100% لتكثيف وقابل إطلاقات للمستوى تانية فيه انطباع عام قولي إذا كان غلط الله صح نتكلم هنا عن الرأي العام المصري أو جزء كبير من الرأي العام المصري مصر ما بتبقاش مهمة عند الغرب والعالم الغربي قوي إلا لما تحصل أزمة هي مهمة وأنا عرف قيمتها لكن لما تحصل الأزمة في الشرق الأوسط لما نحتاج نشوف هنتعامل إزاي مع الأزمة في فلسطين مصر يبقى لها الاهتمام الأكبر هل ده انطباع دقيق أحطرها من الموقف بس لو جاي أي حد اللي بكتبي في سفارة وقال كده هقول له إيه يعني شوفت موقع مصر شوفت قناة السويس شوفت الشباب المصريين يعني قادرين وموحلين شوفت برضو الإمكانيات الكبيرة ضخمة جدا في إنتاج العقل المتجددة شوفت مصر يعني لها تاريخ أكتر من ست ألاف سنة مستقر و يعني كلنا ممكن هتفع لما بدأ أنه دولة مستقرة في العالم ده العالم الحديث ده يعني ما فيش له قيمة فمنطقتنا في العالم مش شايفين شايف أنه الدولة المستقرة بقيت أمر صعب الحصول عليه والحفاظ عليه يعني أنا دائما بيستعبل الإعبارة أن مصر يعني كل المصريين بيستعبلوا نفس الإعبارة ما عليش بس أخد منهم أقلدهم مصر واحة مهاطة بكوارث ومهاطة من المخاتر واحة هدئة فيه برضو إمكانيات كبيرة جدا هائلة جدا جدا والمستثمر أو السياسي اللي بيتجهل المبدأ ده يعني هيفقد فرص متميزة مثلا في الطاقة المتجددة أنا فخور جدا بالإعلان من حسن علام جروب مصدر إنفينيتي وببي بي في شهر اللي فات في إنتاج الحيدروجين الأخطر الأخط ده هيبقى بارفكت بسالي ف خلينا نفكر مش بس ريبا إيه وده عايز أعرف منك تفاصيل إضافية فيه بعد الفاصل إذا تفضلت إيه اللي بيطلبوا المستثمر البريطاني لما يجي القاهرة إيه اللي شايف كممثل بريطانيا في القاهرة إنه الحكومة الجديدة الحكومة بتشكيلها الجديد الحكومة المصرية بتشكيلها الجديد من الممكن إنها تعملوا أنا بقى مش عارف أقولها لك بالإجهزة أو بالعربي لإغواء أو إغراء المستثمر البريطاني أكثر إغراء آه غري سيدوكشن سيدوكشن وهل هي القوائد ثابتة أو هتتغير ما هي إمكانية الحصول على الدولارات واسترجاع الدولارات واسترجاعها وخروجها بالزرط ما هي إمكانيات اعتماد على مصر كموقع للتصدير للقارة الأفريقية مثلا وفي خلال السرع اللي فاتت كنا بنركز أكتر على هذا المبدأ مصر كتمركز للتصدير للقارة الأفريقية والشرق الأوسط والمناطق الأخرى النمزج المختلفة والإجراءات اللي ممكن نشوفها في المستقبل اسمحني أن احنا نتكلم فيها بعد الفاصل إذا تفضلت سيد سفير جارث بيلي شكرا جزيلا على سبيل